السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح لهنه يا صباح لا make my то إزايكم يا يــــــــــي Akuma إـــــaci UFO النهاردة إن شاء الله معنا غدا جميل جدا 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 ومعنا الضائف الشرف أخت حبيبتي exami وإن شاء الله هنعمل غدا جميل ثقوة تعالوا مع بعض كدة جميل سعون يجلث هنعمل بتشكيله طواج جميله جدا جدا تعالوا مع بعض كدة وريكم هنعمل Zo ve Stuart وهنعمل حمي جمه حاشة الحهر اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم مننا كل جديد و لايك و شير للفيديو نبدأ و نسمي الله نبدأ رحلة الكفاح و نرى الورق الجميل وورق كرومب وورق ليفت و ورق خاص اه والله ورق ليفت و ورق خاص مش عارف الناس بتحب ورق المهم انا بعشقوا بصراحة انا بحب وقتل من ورق العنم شايفين الجمال جربوه كده و هتلاقوه توحفة جدا و معايا الكوسة بتاعت مقورها والبرنجان مقورها و الفلفل و معايا بصل طبعا هفرومه للخلطة و معايا طمط المطلعة في الفرزر حطاها كده تفك واللحوم بتاعتنا هتبقى بط ان شاء الله تعالوا كده مع بعن اول حاجة هنعملها هنفروم البصل في الكبه بتاعتك على ايدك زي ما انت عايز انا بحب بصراحة عامله على ايدك ولكن بحبه الكمية زي ده ٢٠٠٠٠٤ قلتا ما اضلعه ٢٠٠٠٥ والله و اعمل في الكبه هبدا افرموا كده معاكم في الكبه طبعا احنا عارفين ان البرد والشتاء وشتاء باشي المحشي فهي استعدى كده مرة كل اسبوع و مرة كل اسبوعين على حسب مقدرتك انت اهى فرامت البصل كانسة فيه بصلتين كده سوف نعصر الطماطم هذا الطماطم على حسب الكمية سوف نعصر كمية كبيرة على حسب كيلو 2 أو 3 نضع نار وزيت ونزلنا بالبصل ونزل بالبهارات ملح وكسبرة وفلفل أصمر وببركة وشطة وخلطة المحشي والسبع بهارات وبهارات الفراخ ملح وفلفل وكسبرة وببركة والسبع بهارات وخلطة المحشي وشطة وتلف كل ده كده مع البصلة ياخد الرحة الجميلة بصي حتى طمع البصلة هيبقى تحفة جدا تقلبي كده بس وتلفة واحدة كده مع البصلة زي ما انتم شايفين بتلاقي رحته جايب ببصي من اخر الدني بعد كده تنزل عليه بالطماطم اللي انت عصراها وهنسيبها كده لحد ما التزبكة بتاعتنا تتسبك التغذيلة بتاعتنا تسبك اهو شايفينها ما شاء الله جميلة جدا ومش محتاجة معايا سلسة ولا حاجة حابة تحط معلقتين سلسة الطماطم الخضرة معاك كده حابة تحط تحط ما تحطوش براحة جوية ما شاء الله سبكت معاك كده وبقت تمام تعالوا بقى نركينها كده عشان نخلط بها نخلط عليها الرز ونبدأ نحش قبل ما نحش طبعا على ما تحشى يكون بطتك استوت ان شاء الله او دخلت في التسوية اول حاجة نعملها للبطة هنشفها معاكم كده هنشوحها باي ببصلة وثلاث فصوص من الحبهان وحبيتان من المستكا وتبدأ اي تحط البط بتاعك انا البطة لحشيها ولا اي حاجة خالص بصراحة ما برجحش الحشو مع المحشي يعني انا عندي حشو البطة دي انا محب حشيه بخلاص بقى اكل رز كده او رز بشعريه او رز ضبيبن بتاعنا العاد المصري وتتمزج كده وتستلزي بالحشو انما محشي لا بستكفي ان هو بطة حتى قطعه كده وبعد ما تشوح كده واخد لون واخد الريحة الجميلة بتاعت النجهات اللي هنحطنا ابدأ طبعا نحط عليها مياه سخنه بتغلي علشان يقلب معي بسرع تحط الجو برد جدا ولازم كل اللحوم بتاعتك تحط عليها مياه سخنه بتغلي علشان اولا تغلي معك بسرع ثانيا اللحوم لا تجرمس لا تجمس لا تجمس معك كده وتستوي معك بسرع يعني من المستحب جدا جدا تحطي على اللحوم المياه تكون سخنه او بمغلية حط انا معها بصلة وحط انا طماطماية وعند الجزارات ممكن تحطي زي ما تحب تحط عليه على حسب ما انت بتحب الشربة بتاعتك بس انا بصراحة ما بحبش يعني اي ابداعات في الشربة اكتر من دي عشان احس بالشربة بصراحة انا بعشق الشرب كده في الشتاء فبابا بحبش اظهر بهارتها او حطت عليها ملح وفلفل وكركم اسفر وشكرا على كده وحطت معها بصلة متقطعة مع الشربة وطماطماية متقطعة غير البصل اللي متشوح به كده طعم وريحة جنان تعالوا بقى مع بعض كده نبدأ نشوى نوختي قعدنا بقى وفرشنا على الارض ما هي الحشوة دي والصانية الجاملة دي عايزة قعد على الارض ما ينفعش خالص تحشي وانت قاعدة فوق كده او نازم كده نعود ونفرش كده مع بعض عملنا اول حاجة الكوسة طبعا الحلة دي شايفين الحلة اللي في الاعر الحلة كده في قاع الحلة من تحت ده كل اللي طلع من الكوسة تحطي تحت تفرشي فرشة كده تحت في الحلة وتبدأ ترص عليها المحش بتاعك الكوسة والبرنجان والفلفل هحطهم مع بعض مش هتحتاج تحط عليه ورا نقطة مية هينز الميته ويستوى بميته زي ما هو طبعا انت مزبطة ملحك والدنيا تمام يعني بالكتير لو انت عايزة بس تزود هناك هكده ولا حاجة تحط كرنب من الشربة انما بجد هي مش محتاجة خالص انا حطيت كرنبين ثلاثة كده من الشربة بس بعد وهو بقلب ما حستش خالص انهو كان محتاجها نهائي بس انا قلت اه زيادة انهو يدها نكهة كده من البطة ما شاء الله حطينا اهو بديكم كده من كل حاجة عشان نحشي بقى مع بعض احنا عشان الفيديو ما يتوالش عليكم حيش انا تقوس وحشان الفلفل والبرنجان وحاول وانت بتحشي ما تجبسيش اوي زي ما انت عارف يعني الحاجة ما تتملاش معاك اوي شايفين انا سايبة فراغات وسايبة مساحة بحيس ان المحشي لما الرز لما يستوي طبعا بيزيد فما يبديش معاك مساحة فما يطلعش خالص من الحاجة وما تلاقيش فيها رز وتلاقي الحلة بتاعتك ملانا رز اهو ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده الكرنب بتاعي صغير جدا شايفين الحق البطة بتستوي كده مع نفسها وعيش حياتها كده خلاص خلصنا حلة المحشي دي هبدأ كده ايه احشي الحلة الثانية حطت في الانتو واخدين بالكم حطت فرشة في الارض ايه حطت طماطم و ايه ولو عندك فلفل الوان فلفل الاخدر وبصر ونبدأ بقى نحشي الورق الاخدر كده الاول نحطه تحت وشكل بقى زي ما انت عايز عايز تحط ورق اخدر ورق ابيض زي ما تحبي انا حطت هنا الليفت والخص والكرومب مع بعض اطعم و احلى حلة محشي ممكن تاكله شايفين ما شاء الله الجمال كده الحلة بتاعتنا خلصت هنحط لها كده حبة ملح صغيرين طبعا ملحنا مزبوط مع الخلطة و هنسقها بالشربة البط الجميلة السمينة ديني و هنسيبها لحد ما تستوي شايفين الجميل قم بكده تنشاطي واعملها احلى حلة محشي في البرد اللي احنا في ده بصي من الاكل اللذيذ اللذوذ في الشت و احنا بنسق المحشي كده شايفينه وانا باسق المحشي اه شايفينه ما تنسوناش بقى في لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل سر الجرس للقناة علشان يوصلكم منا كل جديد ولايك لايك لايك باللعلك الله عالجمال شامين الريحة شايفين المنظر اطعم صنية محشي كده بصي هي تتحط كده زي ما هي ما ينفعش تدلع فرغ كده بقى في النص عشان تبدأ نحط عليها تشكلة المحشي التانية شايفين الجمال عندنا كمية الوان رهيبة تفتح النفس اهو ما شاء الله تبدأ يتوسع كده وتحط بقى المحشي بتاعك علشان تحط بقى الصنية ده على الصفرة او على الطابلية كده وخلي البساط احمدي او شوف انت بتاكل فين تبرد معاك وتاكل كده على طول بدون مقدمات معانا الكوسة بعد ما استود جميلة جدا جدا والبرنجان ما شاء الله حاجة تحفظ ورحته اكسم بالله جميلة 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 شايفين الجمال انا ما كنتش بحب البرنجان ده بس بصراحة عملته كده مرتين تلاتة لقيته طعمه جميل جدا جربوا كده تشكلت المحشي دي هتعجبكو قوي 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 وقليبة عصانية كده سيبك انت من الطباق والحاجات اللي هي مش مظبوطة دي لا قليبة كده على طول على العصانية وقالفة هنا اهو الفلفلة معانا جميلة بصراحة صنية محشي تستاهل بقوكو شايفين الجمال شايفين الالوان عندنا عالم الالوان زي ما انت شايفينه طبعا في الاسناء دي البطة معانا استوى تباقى التمام وهنبدأ كده نحمرها مع بعض ونحطها كده على الصنية بتاعت المحشي بتاعتنا يبقى عندنا قطعة عن تشكيلة محشي اهو ما شاء الله شايفين الاسوى انا بحب بصراحة اللحوم بتاعت الكل مستوية قوي شايفين ما شاء الله حمرنا البطة بتاعنا وحطنا على وش الصنية كده بالمحشي بالتشكيلة الرهيبة دي اهو بدق معاكم كما شايفين المنظر شامين الريحة يا ريت ما ننساش لايك للفيديو علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله ما ننساش لايك 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 شايفين ما شاء الله الفيانا يا رب والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله